السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار ورحب فيكم في قناتي سيزار رفيوز أهلا وسهلا بالجميع وكل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان الكريم ودائما يا إخوان وبالذات في هذا الشهر نتذكر نساعد أهلنا وإخواننا في فلسطين في غزة نتذكر أنه أنت بدك تفطر تستمتع بفطورك بطعامك إذا بتقدر تتبرع لوجبة وجبتين خمس وجبات اللي بتقدر عليه روح وسويها عنا في الأردن أنا بالنسبة لي فيه جهة أثق فيها واسمه وقف ثريد بقدر بس عن طريق البنك أحول مثلا خمس دنينير أو عشر دنينير هذول بيجيبه مثلا خمس وجبات وهو بتكفل يوصلها لغزة إن شاء الله فإحنا يعني منسعى لو كان يعني السعي بسيط وهذا أقل للقليل الممكن نسوي والله يتقبل كالعادة الفئة المتوسطة فئة مزدحمة جدا من كل الشركات وبقدم هواتف بيحاول يتنافض فيها بالهاردوير بالسوفتوري نوعا ما ولكن أنا المرة هاي جاي بلكم جهازين جهاز استخدمت وعملتوا على نورديو وجهاز برضو استخدمت وعملتوا الجهازين استخدمتهم أحكيهم بسرعة الشاومي ريدمي نوت 13 برو أو 13 برو بلس أنا بعتبرهم نفس الإشي وأيضا جهاز النوثنج فون 2A يعني من قريب عملت له مراجعة كلا الجهازين يعني بيشبهوا بعض والأسعار النوثنج سعرهم 1200 درهم بالإمارات يعني قريبا 300 دولار 350 دولار والريدمي حسب النسخة طبعا البلس أو العادي ممكن يوصل سعره 1500 درهم 1400 درهم يعني ممكن يوصل 400 دولار بين 350 إلى 400 دولار ممكن يكون أغلى بس أنا بدي أعتبرهم من نفس الفئة وهم فعلي من نفس الفئة ونشوف التنافس اللي بينهم وبدي أحكي لكم تجربتي الشخصية لأني جربت الجهازين فبقدر أنصحكم أي جهاز تختاره فركز معي لو سمحت التصميم إذا بتدور على تصميم غريب مش معتاد عليه مش مكرر أنت عارف وين بدك تروح بدك تروح على nothing أنا بعرف أن البعض حكى أنه التصميم شنع لازم على الأقل الجهاز الأبيض اللون الأبيض تمسكه بإيدك صحيحي بلاستيك لازم تمسكه بإيدك بعدين بتقرر أنا كنت يعني شفته بالتسريبات شنع لما وصني الجهاز الأسود لا في الإيد شكله أحلى والأبيض لسه شكله أحلى والتصميم هذا الشفاف يعني متميز والحركات اللي معمولة داخل هذا التصميم الشفاف متميز يمكن الكاميرات شكله مش أحلى شكل لكن التصميم بشكل عام أنا شايفه متميز شايفه أحلى من تصميم الشاومي المكرر ولكن شاومي عنده معيار الـ IP67 النثن عنده معيار الـ IP54 هاي الميزة هل حتخليك تغير رأيك بالجهاز أنا عن نفسي لا بختار nothing في التصميم أكيد بختار nothing يعني بختار ولا إشي للتذكير سماكة الـ Redmi 8.9 وزنه 199 غرام سماكة الـ nothing 8.6 والوزن 190 غرام أرقام الفرق فيها مش كبير برضو برجع بقول بختار أنا nothing انت شو بتختار اكتب لي وليش الشاشات nothing عنده شاشة 6.7 إنش أملد بتردد 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1300 نتز وحماية كورنين جوريلا جلاس 5 أما الـ Redmi فهو 6.67 مية إنش أملد بتردد 120 هرتز لكن السطوع يصل إلى 1800 نتز ونعم, سطوع الـ Redmi أحسن من سطوع nothing وعنده حماية كورنين جوريلا جلاس فيكتس مفروض هنا أفضل من nothing بالتجربة العادية ما حسيتش فيه فرق كبير مع أنه سطوع الردمي أحسن لكن ما حسيت أنه فيه فرق واضح وجوهري فأنت ممكن بالأرقام طعط النقطة هاي للشاومي بالتجربة العامة ما حسيتش فرق بالديزاين بتخس بفرق مباشرة حطت الجهازين جميع بعض بتحس بالفرق نروح على النظام وانتوا عارفين هون وعارفين شو راح أحكي النظام عند nothing هو نقطة قوة يتفوق بالنسبة لتماما على واجهة شاومي ال MIUI 14 تماما الواجهة تبعت nothing رائعة سلسة جميلة خفيفة لطيفة ما شفت عليها مشاكل ما شفت لاغ ما شفت حركات غريبة رائعة جدا والكستوامالزيزيش عندها ممتازة جدا وسلسة لدرجة أنه استخدام الجهاز وعنى أثناء التنقل بين كل إشي بتحس الجهاز الشاومي أنا ما بحكي إنه سيئة وبالعكس بتحسن وعندي أمل الهايبر او اس لما يوصل يعمل نوعا ما تغيير لأفكارنا على واجهة شاومي ولكن الواجهة أنا بحبها كثير كثير ومش كستمايزة زي ما أنا بدي وشكلها مش مناسب زي ما أنا بدي هذا بالنسبة لنظرة شخصية لكن أنا بحكي لكم النظام nothing بس الأداء الأداء رح تستغرب من التشابه اللي بينهم الريتمي عنده دايمين سيتي سبع علاف ومتين أولترا تمام الناثن عنده دايمين سيتي سبع علاف ومتين برو أنا بعتقد أنهم نفس المعالجين مع بعض التحسنات لكل شركة وكل شركة حكت لدايمين سيتي أو لاميديا تيك اعملي لي شغلي هون زبطي لي شغلي هون لكن هم فعليا حتى بالاستخدام الجهازين الرائعين سريعين سلسين بس يمكن nothing أسلس بسبب النظام لكن نرجع للأداء على كل الجهازين رح تأخذ أداء مرضي تماما تماما ما تخافي عمل أداء بالمرة بالنسبة للساعات الناثن يعني ببلش بالمئة وثمانية 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 مع Optical Image Stabilization والحساس 1 على 1.56% إنش أما الريدمي فكاميرته 200 ميجا بيكسل الفتحة F1.7 في OIS والحساس أكبر 1 على 1.4 إنش بالأرقام صراحة الريدمي أفضل بالتفاصيل الريدمي أفضل بالفيديو في تشابه يعني بالفيديو بين اثنين مش حاس في فرق لكن في الكاميرا العريضة النوثنج أفضل عنده كاميرا 50 ميجا بيكسل التفاصيل فيها أحسن الريدمي عنده كاميرا 8 ميجا بيكسل فأنا بختار النوثنج كاميرا أساسية بختار ريدمي والسيلفي عند النوثنج أفضل من اللي عند ريدمي فيعني ما في قرار حاسم مين أفضل بالكاميرات ما فيهون قرار حاسم بالنسبة للفيديوهات في تشابه لكن بدك كاميرا أساسية ريدمي بدك كاميرا عريضة نوثنج بدك سيلفي نوثنج صراحة مش عارف لمن أعطي النقطة انت فكر بالنسبة للصوت وحسيت أنه الصوت أعلى عند الريدمي ومجودت الصوت أفضل بالنسبة للبصمة كلاهما ممتاز بالنسبة للإرسال والشبكات ما حسيت فرق بين الاثنين كلاهما أعطاني يعني بالذات في الستوديو هون أعطاني نفس الأداء لأن الستوديو عندي تحت الأرض فبالعادي الإرسال بيكون صعب أما البطارية النوثنج عنده بطارية 5000 وشحن سريع 45 واط أما الريدمي بطارية 5000 لكن الشحن 120 واط بالذات نسخة البلص أنا بحكيه يعني واضح الأفضلية لمن صح؟ يشوفوا ناثنج أفضل في التصميم بالنسبة لي أفضل في النظام ويمكن هذا يعني النظام مهم جدا الريدمي أفضل بالشاشة وأفضل بالشحن السريع أنت هون دك تختار إيش اللي بدك يا بالضبط وتروح تشتري أنا شخصيا رح أميل لناثنج التجربة معها كانت أفضل أنت شو بتختار أكتب لي أكتب لي إذا فيه جهازين في بالك أعمل عنهم مقارنة زي هيك يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء